شعر تسук القائمة شعر لا يمكن من الأسفل شعر شعر تسنون عند زيوت أحدهم الشعر تساعد في استعملهم إما تخلطهم كاملين إما تستعمل كل زيت بوحدة بالنسبة للتساقط والمشاكل يكون الشعر ضعيف يكون صغبة لا تكبر في الصيفة الملتظمة يوجد مشاكل يوجد مقصفة يوجد أن الشعر أنه عين كما نقول يوجد شعر يوجد شعر إذاً نأخذ معلقة كبيرة زيت الثالث مختلفة زيت الثالث 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 هناك في فوائد الثالث لا تغضي فرواد الرأس لا تنسبة للبصيلة لتعود السيتون معلقة كبيرة الثالث الثالث فالثالث الثالث 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 و معلقة كبيرة زيت القرعاء الحمراء نخلط هذا الخليط كامل و نشقه بشعرنا و نجعله مدة 45 دقيقة ساعة لارو بالنسبة للمشكل الثاني أن الشعر يمكن أن يكون خصينه بعد حالة لشعرنا لم يكن لديه النمو الطبيعي لكي نزيده في النمو الطبيعي نأخذ واحد معلقة كبيرة الخزانة معلقة كبيرة للقصبور و معلقة كبيرة للبضين معلقة كبيرة للخزانة و معلقة كبيرة للقصبور و معلقة كبيرة للبضين هذا الخليط كامل نخلطه و نطبخه في نصف إطرق ثم نصفه و هذا المحلول نخلله بشعرنا و نجعله مدة ساعة ثم نغسله المترجم الى لون الشعر يبدأ التغير أو زيت الخروع التي ندوم عليها 1-3 مرات في الأسبوع ونجعلها بشعرنا ونجعلها مدة ساعة لكي نحاول هذه الميلانية التي لديها في البشرة ترجع للحالة الطبيعية بالنسبة للسيدات التي لديها الشعر الزائد كنت أسئلة في هذا الاتجاه ووصفة لإزالة الشعر الزائد وهذه الوصفة التي نصحتي بها المستمعات هي الحريقة كيف يستعمل هذه الحريقة؟ كيف يستعمل هذه الحريقة؟ نعم، لأن هناك سؤالات ترجعون خاصة على صفحات فيسبوك وعلى الاتصالات فهذه الحريقة هي الزر عادية وهذه مهمة إذن نجوج مع القبار من الزر عادي للحريقة أنا أعود الزر عادي للحريقة نأخذهم نجوج مع القبار ونصف كاس الزيت الزيتون نخلطوهم، ندفوهم نجعلهم مدة يومين تقريباً ثلاثة أيام، لم يجعلهم مشكلة ثم نهزوها الزيت بهذه الحريقة وهذه الحريقة ونقوم بعمل المساج على البلاصة التي لديها المشكلة والشعر الزائد ونجعلها مدة ساعة ثم نصل مع المدة، هذه البصيرة يبدأ و يخفافه ويجعل الشعر لا يبقى ينوضي مع المدة ينقص وما حالة القبارة؟ وما حالة قربة تستعملت هذه الحريقة؟ أجل تستعملوا بجهد وكي تأتيت هذه النتيجة لأنهم لا يوجد مدرات ولم يجب أن نقوم بقناة أعراض جانبية ساعة دافية والتي تكون في الشعر بسبب الأعصاب هذه الأخصاب ماذا هي أحسن وصفة التي ستفيد بها مسامعاتنا؟ أول شيء يريد أن أعجب علي الأعصاب كي نعالج هذه المشكلة نأخذ معلقة كبيرة من العناع الصوفي ومعلقة كبيرة من المرد التوش نضيف إليه جوج كيسان كبار من الماء المغلى ثم نأخذه كصغير في الصباح وكصغير في الليل بعد الأكل بالنسبة للعصاب بالنسبة للصدفية نأخذ معلقة كبيرة للزيت الكبريت معلقة كبيرة للزيت الزاة ومعلقة كبيرة للزيت القطران الطبيعي نبدا healing ومعلقة كبيرة للزيت الزاة ومعلقة كبيرة يزيد القطران الطبيعي نخلط هذا الخريطة كامل ونتهن بها الأماكين التي لدينا فيها هذه المشكلة الصدفية نجعلها مدة ساعة ونصف نزيدها قليلا في المدة ثم نغسل البشرة هذه العملية نقوم بها ثلاثة مرات في الأسبوع بالنسبة للسيدات التي لديهم مشكلة الفطريات بالنسبة للمشكلة الفطريات فهنا اختبر خريطة سمفة للمشكلة الثامة وسنقومها ب Se awaiting ملTI participation شكرا أماسنا تراها نستمر ل blush ثم نقوم بها نحسمها خريطة نحصله على خليط متجانس اذا بالنسبة للفترية التي يكون عندنا في جلد ندهن به هذا الخليط ونجعله مدة ساعات ثم نغسله وبالنسبة للأظافر نحاول نجعله المساج ونجعله المحلولة فيه أكثر مدة لأن الأظافر ليس بحل بشرة بالنسبة لكي لا ننسى الأسئلة للطرحات علينا الأخ نعيمة كنت تسوى الوليد عنده 4 سنة عنده احتياجة خاصة في الإعاقة دونية كيف تنصحه الوليد عنده بشرة في نفس الوقت فيها حساسية والشعير طب بزد أولا تأخذ زيت الكوكو معلقة كبيرة الزيت الكوكو معلقة كبيرة الزيت الكوكو وتخلطهم وتضعهم في حمام المريم يدوب وتخلطهم ثم وتخلطهم لأنه لا يوجد مضر أما بالنسبة للشعر الذي يرتب تبارك الله فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن نعطي وصفة لأنه لا يمكن تحاول أن نعمة من الله سبحانه وتعالى أمينة من الضربة تقول حافاك أعطي وصفة شعري دماء حرش نعم شعر الحرش نعم هذا شعر متقصف فالدليل أنه لا يكون فيه الماء كافي أن البشراء لا يمكن أن تكون أضرار هذا الشعر إذن نأخذ معلقة كبيرة الزيت معلقة كبيرة زيت البابونج ومعلقة كبيرة زيت نوار الشمس هتخلطات الخالطة هذا كامل وغادي تحاول تدهن به وتخليهم مدة دي الساعة ثم كتغسله لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله